طبيب النادي الاهلي قال ان شادي حسين خضع في الساعات اللي فاتت لفحص طبي شامل تضمن اشعاعات وتحليل وفحصات اخرى لطمئنان على حالته وده زي ما حصل مع باقي اللاعبين في النادي الاهلي عشان يشارك فيه المران وهو جاهز بدنيا وفنيا 100% شادي حسين في تمرينة النهاردة يعني اتعرف على لعبة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي استقبلوه استقبال رائع جدا وهو لعب اصلا بيعشاء النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي اصدقائه اصلا من قبل كمان تواجده في النادي الاهلي منذ تواجده مع سيراميكو لوباترا لعب كبير ولعب مهم ولعب من الاسماء المؤثرة اللي الاهلي يعني حاطت عليه امال كثيرة جدا كثيرة جدا وشادي حسين كنا بنتكلم مع محمد جمال هيكون ديفي بعد شوية من يومين ان محمد جمال او عفوان شادي حسين من اللعبة المهمة جدا اللي بتلعب كجناح بتلعب كسترايكر بيلعب كجناح ويعرف يخش المنطقة الجزاء بشكل ذكي بيصاوب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال ضربات الرأس عنده جيدة الأهم بالنسبة لي أنه عنده حمية وروح وحماس أحيانا من الحاجات اللي كنت بحط عليها كم خط كده على الأهلي أو تشكيلة النادي الأهلي أو لعب النادي الأهلي الموسم أنه كنت تساعد بحس أنه افتقاد الروح عند بعض اللاعبين آه بدنيا مرهقين منهكين الحالة صعبة الحالة بدنية مش أحسن حاجة بس كنت تحس أن الروح غايبة روح النادي الأهلي روح الفنان للحمراء مش عن كل اللاعبين ولكن عن بعض اللاعبين عشان يبقى الكلام ضقيق جدا مش كل اللاعبين بعض اللاعبين فالأهلي بصراحة محتاج النوعية زي شادي حسين محتاج يدور على نوعية زي شادي حسين محتاج تدائمات طبعا أكبر أنا شايف أن الروح لي لسه محتاج تدائمات لسه أكيد محتاج تدائمات كبيرة وكثيرة جدا عشان لسه مخلص يعني كل التفاصيل الممكنة يعني